اسم الدرس أبني زاوية قيصتها بالدرجة 15-30-60-90-120 سادساً أبني زاوية قيص فتحتها بالجراد 150 بأكثر من طريقتين 90 درجة تساوي 100 جراد أعرض ما توصلت إليه على أصحابي في المجموعة أساهم في عرض ما توصلت إليه المجموعة على بقية رفاقي الإجابة 100 جراد يساوي 90 درجة يعني 50 جراد يساوي 45 درجة وبالتالي 150 جراد يساوي 135 درجة الطريقة الأولى نرسم قطعة مستقيم ألف باء نبني الموسط العمودي واو جيم لألف باء نبني واو سين منصف الزاوية واو ألف واو جيم الزاوية واو ألف واو سين تساوي 45 درجة لأنها نصف الزاوية القائمة واو سين واو باء تساوي واو ألف واو باء ناقص واو سين واو ألف واو سين واو باء تساوي 180 درجة ناقص 45 درجة واو سين واو باء تساوي 135 درجة الطريقة الثانية نرسم دائرة مركزها واو ثم نرسم قطعة مستقيم ألف باء بحيث يكون قطراً لهذه الدائرة نبني بالبركار الموسط العمودي جيم دال لقطعة المستقيم ألف باء يمر من مركز الدائرة واو نبني واو سين منصف الزاوية واو ألف واو جيم الذي يقطع الدائرة في النقطة دال نرسم قطعة مستقيم ألف دال وقطعة مستقيم دال جيم المثلث واو ألف دال متقايص الضلعين وقيس فتحة الزاوية واو ألف واو دال تساوي 45 درجة وبما أن مجموع زاوية المثلث تساوي 180 درجة إذن فمجموع الزاويتين ألف واو ألف دال ودال واو دال ألف يساوي 180 درجة ناقص 45 درجة يساوي 135 درجة وبالتالي ففتحة الزاوية دال واو دال ألف تساوي 135 درجة على إثنين يساوي 67.5 درجة لأن المثلث المتقايص الضلعين له زاويتان متقايستان ونفس الشيء بالنسبة للمثلث واو دال جيم وبنفس الطريقة نستنتج أن دال واو دال جيم تساوي أيضا 67.5 درجة وبالتالي فالزاوية دال ألف دال جيم تساوي 135 درجة سابعا أحدد مراحل التمشي الواجب اتباعه في بناء زاوية قيس فتحتها 150 درجة بأكثر من طريقة أنجز البناء وفقا لطريقة أختارها آرض عملي على رفاقي الحل أحدد مراحل التمشي الواجب اتباعه في بناء زاوية قيس فتحتها 150 درجة بأكثر من طريقة الإجابة الطريقة الأولى الطريقة الأولى هو أن نقوم ببناء زاويتين قيس فتحت الأولى 90 درجة والثانية 60 درجة 150 درجة تساوي 90 درجة زائد 60 درجة الطريقة الثانية الطريقة الثانية هو أن نقوم ببناء ثلاثة زاوية قيس فتحت الأولى والثانية 60 درجة والثالثة 30 درجة 150 درجة تساوي 60 درجة زائد 60 درجة زائد 30 درجة أنجز البناء وفقا لطريقة أختارها الإجابة نرسم قطعة مستقيم ألف باء ونقطة دال تنتمي لألف باء نرسم مثلثاً ألف دال جيم متقايس الأضلع نبني دال سين منصف الزاوية دال جيم دال ألف المثلث ألف دال جيم متقايس الأضلع وهذا يعني أن كل زاوية تساوي 60 درجة وبما أن الزاوية دال جيم دال ألف تساوي 60 درجة ومنصف الزاوية دال سين يقسمها إلى نصفين فالزاوية دال جيم دال سين تساوي 30 درجة كذلك فالزاوية دال جيم دال باء تساوي دال ألف دال باء ناقص دال ألف دال جيم يعني دال جيم دال باء تساوي 180 درجة ناقص 60 درجة يساوي 120 درجة وبالتالي فالزاوية دال سين دال باء تساوي 120 درجة زائد 30 درجة تساوي 150 درجة دالس لتساوي على ترمي moving 120 درجة تساوي 15ة أيضا تساوي منظري 13 generation يقول شكرا